السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقات هنشوف ازاي نستخدم الماسف ان احنا نرسم شكل ظريف شوية. بسم الله هقوله ان انا عايز اعداء بفاميلي جديدة. اقول له انجليش. اقول له ان انا عايز الفاميلي اللي هي جينيريك موديل. اقول له ان انا عايز ارسم رفرنس بوينت بشكل دوت. طيب النقطة ديت. هقول له ان انا عايزها تبقى الجرفس بعتها فيزابول. وشو رفرنس بلعتها اولوذ بشكل دوت. طيب هقول له ان انا عايز اعمل محزة. اهيت. وبرضو بالشكل دوت. وهرسم متطيل. والشكل دوت وعمل دايمينشن. من هنا لهنا لهنا. وبرضو ناحية تانية. وده هخلي ايكول برضو. وده هقول له ان احنا عايز نعمل محزة جديدة. واسميه L1. وده برضو. هنعمل واحد جديد. L2. اوكي. طيب دلوقتي بقى هقول له ان انا عايز اعمل فاميلي من نوع المس. كنت سيب شوية المس. وبالشكل دوت. وبعد كده هقول له ان انا عايز. ارسم هنا. عايز ارسم ellipse. بالشكل دوت. وهي عندي اسلين ديمينشن هم هتقدر اتحكم فيهم. في الطور بتاعهم. فخلي ده مثلا. ام واحد. وده ام اثنين. وبعد كده هاجي هنا اقول له. ان انا عايز اعطى هنا. انا عايز ادخلها هناك. فهقول له. حمال هالي في علم المشروع. طيب هاجي هنا بقى من. هابده اضيف من الموديل. هابده اضيف ال point element. بالشكل دوت. طيب عايز اعمل ادراك لي. الفاملي اللي احنا كنا ننسب حملينها. فاقول له من component. هعمل لي. الفاملي. اهي. والشكل الجميل دوت. طيب دلوقتي نعمل select عليهم كلهم. وقال له filter. وقال له ان انا مش عايز divide pass. وقال له create form. فاعمل هاملي بالشكل دوت. لا انا عايز يكون في زاوية لكل واحدة فيهم. فادوس control Z. انه كده الشكل ده اللي اتعمل. وده ممكن تستخدم في استخدامك كثيرة. بس انا عايز حاجة advance شوية. ممكن اعمل ايه. اجعل كل واحدة فيهم. النقطة بتاعتها. واديها زاوية معين. 15. مثلا. تمام. واجعلها ديت. وقول له لا خليها مثلا 30. طيب. تعال نشوفها يحصل ايه دلوقتي. احنا عملا تدرج في الشرح. كريتفورم. هتلاقي هي بدأت تجي الزاوية. لا ده انا مش عايزها كده. تمام. انا عايز هبقى نستخدم بقى البرامطر. ونستخدم المعادلات والحرد كلها. طيب. خلينا كده. نتوكل على الله. وهربو كل واحدة فيهم ببرامطر. والبرامطر ده قادر عدد الفيزة من عايز. ماشي. يعني هاخد مثلا اول واحد هوت. تمام. وهقول له سميلي ده مثلا. اكس واحد. ماشي. وخلي ده انستانس. اوكي. اللي بعده. وده هقول له ان ده اكس اتنين. وده اكس ثلاث. وده اكس اربعة. ها. ده بابا بمفرد اخت اكس كام. او. اعمل ده انستيك تعليم كلهم. لا اعمل على البونت بس. انقلاف اكس. رح عيق اكس اكس اكس. وده افز كل مفرد اخت. انا عايز دي بس واقول له خلدي X 8 واقول له اوكي عندي كده الإسات كتيرة هاجي هنا ممكن نعرف واحد X واحد مثلا زيرو X اثنين هتساوي مثلا ممكن نسبة رقم أو خلالنا نعمل متغير برقم معين يوجد برامتر وده هيكون أنجل ونسميه X نستانس طيب ده مثلا هتديل انه 15 و X واحد هتساوي X X زائد X واحد تمام اه ده X واحد ده هتساوي X واحد ممكن نخليها زي معادلة X مثلا وانه ده هتساوي X زائد X واحد ده X اثنين وده X ثلاث وده X أربع ممكن نخليه وانه ده هتساوي نتخليه وعندما نخليه وانه ده هتساوي اذهب وانه ده هتساوي وكذا تلاقي كل الكاملة تعديلت 45 اضافة الرسالة دي بيقول لي ان في بعض 4 مطر معمول type مفروض تعمل instance كلام مضبوط يعني instance بمكتب جنبي ديفولت اقول له هنا edit اقول له خلي instance ونفق كل دول يبقوا instance اضافة خلص خليطهم كلهم instance وقلت له اوكي ونفق بقى نعمل select عليهم كلهم وقل له filter اقول له ان انا عايز كل معدد divide pass وقل له create form فاعمل لي شكل زي ما تشايف الشكل الجميل دوت وقل له تبين المعنى